في الفيديو السابق تناولنا مقدمها عن أهمية التسميد العضوي والأسميد الحيوانية واخذنا السماد البلدي مثالها ورابط الفيديو موجود في خانة وصف الفيديو في الأسفل وإن شاء الله في هذا الفيديو سنتناول الأسميد الخضراء والعوامل التي يجب أن تأخذ في الحزبان عند اختيار نوع نبتات التسميد الأخضر أهم مزايا استخدام الأسميد الخضراء ما يجب مراعاته عند زراعتها وقلبها في الطربة يطلق لفظ سماد الأخضر على أي محصول يزرع بالحقل لغرض القلب في الطربة وذلك بعد أن تبلغ النبتات طورا معينا من أطوار النمو وهو قبل الإظهار العوامل التي يجب أن تأخذ في الحزبان عند اختيار نوع نبتات التسميد الأخضر غزارة النمو حتى ينتج عن تحللها كمية كبيرة من المادة العضوية وتقدر الإشارة إلى أن كمية المادة العضوية التي تنتج من نبتات تستخدم كسمات أخضر هي الأساس في المفاضلة بين الأنواع النباتية المختلفة فالهدف هو تحسين خواص الطربة وبناء عليه يجب تفضيل نبتات محصول غير بقولي قد يكون من النجليات مثلا ينتج كمية كبيرة من المادة العضوية على نبتات محصول بقولي ينتج كمية قليلة من المادة العضوية لأن النتروجين الذي يضاف للطربة من نبتات المحصول البقولي يمكن أضافته إلى الطربة في صورة أسمدة معدنية ولكن في حالة تساوي غزارة النمو بين المحصول البقولي وغير البقولي يفضل نبتات المحصول البقولي لأنها تقوم بتثبيت النتروجين الجوي مثل البرسيم واللويا والفلورومي حيث لها قدرة على تثبيت حوالي من 50 إلى 100 كيلو جرام للفدان نتروجين سريعة النمو حتى يتمكن من قلبها في الأرض قبل زراعة المحصول الأساسي المطلوب بوقت كافي يسمح بتحللها أن تكون ملائمة لنوع الطربة المنزرعة بها بمعنى لو بقى نسبة ملوحة تزرع النبتات التي تتحمل ارتفاع ملوحة الطربة وهكذا ذات نمو جذري متشعب أن تكون متأقلمة مع الظروف المناخية في منطقة الزراعة وموسم الزراعة حتى تعطي أكبر نمو خضري ممكن سهولة قلب النمو الخضري لتلك النبتات في الطربة وسيتحدث عن ذلك إن شاء الله في جزئية ما يراعى عند قلب النبتات في الطربة ليست ذات قيمة اقتصادية كبيرة بمعنى أن تكون تقوية رخيصة ومتوفرة ولا تحتاج عناية خاصة عند زراعتها بشكل كبير أهم مزايا استخدام الأسمدة الخضراء يؤدي قلب نبتات السمادة الأخضر في الطربة إلى إعادة العناصر الغذائية التي امتصتها النبتات إلى الطربة مرة أخرى ومعها كمية من المادة العضوية اتنين تؤدي نبتات محصيلة تسميد الأخضر مهمتين بالنسبة للعناصر الغذائية في الطربة الأولى امتصاص العناصر من أعماق مختلفة ومن ثم إضافتها إلى الطبقة السطحية بعد قلب النبتات في الطربة والثانية امتصاص العناصر الغذائية والاحتفاظ بها بدلا من فقدها بالرشح لحين قلب النبتات في الطربة عند استخدام نبتات المحصيل الباكولية تضيف تلك النبتات كميات إضافية من النيتروجين إلى الطربة كما سبق القول أربعة تعطي الأسميدة الخضراء توزيعا عميقا للمادة العضوية في الطربة لأن جزءا من المادة العضوية المضافة عن طريق نبتات السماد الأخضر يكون في صورة جذور تتخلل الطربة لأعماق كبيرة كما أن تلك الجذور تترك عند تحللها أنفاقا تتخلل الطربة لأعماق كبيرة مما يساعد على تحسين مسامية الطربة وتهويتها وذلك الأمر يستدعي الاهتمام بالمجموع الجذري لنبتات الأسميدة الخضراء حيث يفضل النبتات ذات المجموع الجذري المتشاعد تساعد نبتات الأسميدة الخضراء على تثبيت الطربة وحفظها من التعرية خاصة في المناطق الغزيلة الأمطار أو المعرضة للرياح القوية تخفض بدرجة كبيرة من الحشاش الحولية حيث تنمو معها وتقلب في الطربة قبل أن تعطي أزهارا وبذور وجدير بالذكر أن تأثير الأسميدة الخضراء يتباين على شدة الإصابة في مختلف المحاصيل فقد وجد على سبيل المثال في بعض الدراسات على البطاطس أن الإصابة ومرض جرب البطاطس تزداد عند استعمال الشعير كسميات وتنخفض عند استعمال فلسوية بينما لا يكون البسلة عند استعمالها كسميات أغدر أي تأثيرات على المرض مع ملاحظة أن قلب نباتات الشعير المستخدم كسميات أغدر في حقول البطاطس أدى إلى خفض معدلات الإصابة قليلا بالرازيبتونية وفي بعض الدراسات على القطن وجد أن قلب نباتات الفصلية المستخدم كسميات أغدر في الطربة قبل زراعة محصول القطن أدت إلى زيادة شدة الإصابة بالفطر المسبب لمرض الذبول الفيوزاري بينما يؤدي قلب نباتات البسلة المستخدم كسميات أغدر إلى خفض شدة الإصابة بالفطر المسبب لعفن الجذور وبما أن الهدف الرئيسي والأساسي من زراعة النباتات التي تستخدم كسميات أغدر هو تحسين الطربة فيجب الحصول على أكبر قدر ممكن من النمو في الوقت المتاح لنمو هذه النباتات لذا يجب مراعاة التالية عند زراعتها أن تزرع بكثافة أكبر مما هو موصى به في حالة الزراعة العادية أي تكون الزراعة على مسافات ضيقة جدا أو نثرا حسب المحصول العناية بتسميدها كما لو كانت تزرع لأجل الحصول على محصول منها لأن في ذلك استثمارا كبيرا للأسمدة المضافة فهذه الأسمدة ستعود إلى الطربة مرة أخرى لتستفيد منها المحاصيل المزروعة كما ستعمل على تشجيع نمو خضري جيد في نباتات التسميد الأخضر مما يزيد من كمية المادة العضوية المضافة إلى الطربة ويجب ملاحظة أن قلب نباتات الأسمدة الخضراء في الطربة يؤدي إلى حدوث نقص مؤقت في الناتروجين تجد استهلاك الناتروجين من قبل الكائنات الحية الدقيقة التي تقوم بتحليل المادة العضوية مما يؤثر ذلك على المحصول المنزرع عقب قلب السماد الأخضر في الطربة قبل تمام تحلله لذا يراعى التالي قلب السماد الأخضر في الطربة هو مزال في حالة غضة وقبل أن يبدأ فيه الإظهار حيث تبلغ نسبة المادة الجافة به في ذلك الوقت نحو 20% ويؤدي تأخير قلب النباتات عن ذلك إلى زيادة نسبة المادة الجافة ولكن لا تتحلل النباتات بسرعة يجب قلب نباتات السماد الأخضر بالطربة بنحو شهرين قبل زراعة المحصول التالي الأساسي حتى تكون هناك فرصة كافية لإتمام عملية التحلل إضافة كمية من السماد الناتروجيني إلى الطربة عند قلب السماد الأخضر بها بمعدل حوالي 10 كيلو جرام لكل طن من المادة الجافة المقلوبة في حالة النباتات غير البقولية ولكن لا يلزم ذلك في حالة استخدام المحاصيل البقولية المستخدمة كسمات أخضر يفضل استخدام أسلحة قلب الطربة بدلا من أسلحة الحرث حتى تتم عملية قلب النباتات في الطربة بالعمق المطلوب وبصورة جيدة وذلك للإسراء من عملية تحلل النباتات ومثال على ذلك هذا الفيديو حيث يتم حرث نباتات السماد الأخضر فنلاحظ أن عملية الحرث لا يتم مع قلب النباتات بصورة جيدة حتى مع إجراء عملية الحرث أكثر من مرة ولكن في هذا الفيديو نلاحظ الكفاءة العالية لقلب النباتات التسميدة الأخضر في الطربة في حالة استخدام أسلحة القلب بدلا من أسلحة الحرث مع ملاحظة أن عملية قلب النباتات في الطربة ستزداد صعوبة مع زيادة طول النباتات المنزرعة ففي الفيديو نباتات السماد الأخضر طويلة ويمر عليها المحراث أكثر من مرة ولكن لا تتم عملية قلب النباتات بالكفاءة المطلوبة ولكن في هذه الحالة يفضل تقطيع النباتات إلى أجزاء أصغر حتى يتمكن من قلب النباتات بكفاءة أكبر بعد ذلك في الطربة ففي هذا الفيديو يتم تقطيع النباتات أولا بأسلحة تقطيع مركبة في مقدمة الضرار ثم يلذلك قلب النباتات المجزأة في الطربة بسهولة وهذا الفيديو يوضح وجود آلات أخرى تم فيها دمج أسلحة التقطيع والقلب معا ومركبة في خلف الجرار وبناء عليه فإن كفاءة عملية قلب النباتات في الطربة تتوقف على الآلات المستخدمة وطول الأجزاء النباتية قبل عملية القلب في الطربة ترجمة نانسي قنقر لكي تتم عملية التحلل للنباتات فلابد من توفر كمية مناسبة من الرطوبة لذلك يجب ري الأرض بعد قلبها ري غزيرة يجب ملاحظة أن السماد الأخضر لا يحل محل السماد البلدي الحيواني بالكلية لأن النباتات التي تستخدم كسماد أخضر لا يتخلف عنها كمية كبيرة من الدبال في الطربة لاحتوائها على نسبة قليلة من اللجمين والسلولوس كما أن السماد الأخضر قبل تمام تحلله في الطربة يعمل على هدم الدبال الموجود بالطربة أصلا وذلك لأنه ينتج عن التحلل زيادة في أعداد ونشاط مايكروبات الطربة التي تقوم بمهاجمة دبال الطربة الأصلي وتحلله لتحصل منه على الطاقة اللازمة لنشاطها لذا يجب الموازنة بين الأسمية العضوية تامة التحلل وبين التسميد الأخضر ومن أفضل المحاصيل التي تستخدم كسماد أخضر هو البرسيم وهذا لما له من مميزات كثيرة 1- هو نبات بقولي يتخلف عنه كمية نتروجين كثيرة في الطربة 2- غزير النمو الخضري ويغطي سطح الطربة بالكامل 3- تقويه رخيصة ومتوفرة 4- سهولة قلب نباتات البرسيم في الطربة 5- يمكن أغذى حشة أو 2 منه قبل أن يقلب في الطربة كما أن كثير من المزارعين تخلط مع بذوره أثناء الزراعة بذور اللفت وفي قليل من أحيان بذور الزرة الشامية كما هو واضح في الفيديو ومع أول حشة يتحصل على حشة من البرسيم مختلطة بالذورة الشامية الخضراء الجراوة بالإضافة إلى اللفت ثم بعد الحشة الأولى أو الثانية تقلب النباتات في الأرض مما يعطي عائد مالي ويغفض التكاليف مما يجعل المزارع يقبل على إجراء التسميد الأخضر من خلال زراعته للبرسيم وإن شاء الله في الفيديو الثالث سنتناول الجزء الأول للكومبوست وفيه سنتحدث عن عملية الكمر العوامل المؤثرة في تحلل المكونات المكمورة أسس إنتاج الكمبوست العوامل التي يجب أن ترعى لتحقيق أسس إنتاج الكمبوست خطوات إنتاج الكمبوست وطريقة بناء المصفوفة وباقي العمليات إن شاء الله في الفيديو الذي يلي ترجمة نانسي قنقر